نتحدث عن صلاحيات الأجهزة التي ينبقي أن تقوم بالمراقبة خصوصاً وأننا وقفنا في السلطة الرابعة هذه الرابعة هذه صفية الرابعة وأحياناً قد تكون الأولى لأنه قد تتسلط على السلطة الأولى وبالتالي هنا حتى إذا كان هناك رغم ما قبل الأول لكانت فيها ما هي صلاحياتها وسلطاتها؟ أنا بداية أريد أن أفرق في بعض المصطلحات الآن الناس يصطلحون على وصف طائفة معينة أو سلطة معينة بالمعارضة المعارضة هذا ليس تعبيراً شرعياً عندنا معنى أن الإنسان دائماً يكون معارضاً وهمه الدلالة على العورات والتنبيه على السوءات وما إلى ذلك لا وإنما الأمر بالمعروف أنه يعني المنكر يقتضي أن يقال للمحسن أحسنت وللمسيء أسأل وأن يكون التنبيه على الخطأ الذي يقع ليس من باب التشفي ليس من باب التحريض ليس من باب إثارة الكراهية أو دعوة إلى العنف وإنما المقصود بذلك التقويم والإصلاح